باشا قديق يعني أنا واحد قل لي باشا لم صارينه وبإيده هو الحقيقة يعني أنا يعني أبتعد عن المبالغات وعن الكلام الإعلامي اللي يقصد فيه وأنا أعتقد أنه هذا أنا كنت نتيجة طبيعة الجو في ذلك اليوم أرتدي المعطف وفوق المعطف النطاق العسكري فهذا ساعد في حفظ أمعائي لأن أمعائي تمزقت وخرجت خارج يعني جسدي وكانت أيضا هناك قذيفة دخلت في الفخذ وكسرت العظم وفصلت رجلي إلى جزئين فالإصابة كانت بالغة أو قد تكون صنفت من أبلغ إصابات محركة الكراس يعني لو كانت هذه بالجانب الآخر عند المقاومة لعملوها قصة كبيرة أنا جلست في أرض المعركة 11 ساعة نزيف وأنا متأثر طب ليش تأخرنا بالرواية دول باشا ليش تأخرنا بالرواية هذا ليس شأني أنا يسأل هذا السؤال أنت نائب أي زمائي الشؤون الدولي والسياسي اليوم رأي زمائي الشؤون الدولي والسياسي اليوم لكن في ذلك الوقت يا أخي ما في شيء لا يكون في أخطاء في أخطاء في أخطاء صارت أخطاء ولكن هذه الأخطاء تحدث في كل مكان وبالتالي يعني أنت قد تهاجم هدف وتفقد خسائر كبيرة نقيس النتيجة على تحقيق المهمة اللي أنت قمت فيها على هذا الهدف قديش خسائرنا بالكرامة باشا؟ خسرنا نحن نعم 87 شهيد و108 جرحة و40 آلية مختلفة الأنواع دمرت خسائر العدو الصهيوني؟ العدو وإن كان هو يعني أضفة سرية تامة على خسائره لم يعلنها ولكن بالمصادر الاستخبارية تمكنت من الحصول على أن خسائره كانت 250 قتيل وما يقارب 450 جريح و100 آلية مختلفة الأنواع بين تدمير وإصابة وقد أخلى معظم خسائره من أرض المعركة بالآليات اللي هي مصممة لجر الدبابات وأيضا الخسائر البشرية بطائرات الهليكوبتر وناقلات الإسعاف المدرعة كانت تشاهد حركة مستمرة على مدار الساعة كلنا يعلم أن العدو طلب وقف اطلاق النار الساعة 11 مص ولكن الملك حسين رحمه الله رفض هذا وقال بأنه لا وقف لإطلاق النار ما دام هناك جنديا إسرائيليا واحدا على الضفة الشرقية لنهر الأردن وبدأ العدو يماطل في المعركة يحاول الانسحاب بأقل الخسائر بقي على هذا الحال وازداد هنا ضغط القوات المسلحة الأدنية عليه شوف هذه المعركة تميزت بالروح المعنوية العالية كان روح معنوية عالية وكان في إرادة للقتال وعزيمة وفي بعض الأفراد والضباط الذين ربما طالتهم شبهات في حرب ال67 عقدوا العزم على أن يمسحوا هذه الشبهات على سبيل المثال أنا عندي في سريتي لوحدة استشهد عندي 18 18 يعني من شعر بالخطأ أو بالذنب في ال67 عوضوا بالمستبنسة كان الشكوك نعم وليست حقائق شكوك فكان يقول اليوم إن شاء الله بنمحي العار العار ليس عن شخص بذلاته ولكن العار الذي شعرنا كلنا بأننا تعرضنا له نتيجتها نتيجة الحال الحسن